اشتركوا في القناة اضافة صفحة الحقوق وما هي العناصر الضرورية التي يجب أن تكون فيها وإذن سوف نتكلم عن مسألة هذه الصفحة بحد ذاتها ما محلها من الإعراض يعني لماذا نستعملها أصلا إذن بدون إطرالات وبدون مقدمات مباشرة في الموضوع أولا كما تعرفون أنه في السابق في أمازون كانت خاصية تسمى لك أنسايد الآن لم تعد تلك الخاصية ولكن المفاجأة عكس ما كنا نتوقع أنه سوف أمازون تلغي لك أنسايد بشكل نهائي لا أمازون كل ما قامت به أنها حدفت لك أنسايد التي كانت هنا في الأعلى ومكانها وضعت هذا الزر يسمى road simple طبعا إذا قمنا بالدخول إليه سوف نجد يعني الكتاب من الداخل جزء بسيط من الانتريور طبعا هذا هو وجه الكتاب ثم هذا هو الانتريور طبعا فقط أربع صفحات من الانتريور إذن بمعنى آخر أنه الآن أصبح الشخص في أمازون يمكنه رؤية جزء من المحتوى الداخلي الخاص بالكتاب قبل شرائه إذن من هنا جاءت أو يعني صفحة طبعا الكوبرائت أو صفحة الحقوق كانت أساسا ضرورية يعني من الأساس ولكن عندما أمازون أكدت على مسألة أنه يمكن للشخص قبل الشراء رؤية جزء من المحتوى الداخلي تقريبا أربع صفحات أو ثلاثة صفحات الأولى من الكتاب فانذاك أصبح من الضرورة إضافة صفحة الكوبرائت إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أريكم كيف نقوم بإنشاء صفحة الكوبرائت طبعا سوف أعطيكم إيكزامبل وفي نفس الوقت سوف أريكم كيفية تحديل عليه من خلال شعر جي بي تي أو الذكاء الصناعي إذن بدون إطالة أكثر نذهب مباشرة إلى كامفا إذن نضغط على كريت الديزاين ثم نقوم باختيار كوستوم سايز طبعا هنا نقوم باختيار وحدة القياس الإنش ثم نختار المقاس الذي نريه طبعا هو يكون مقاس الصفحة يعني أنا كتابي 8.5 مضروبة في 11 إنش ثم نضغط على كريت نيو ديزاين تمام إذن أول شيء سوف نقوم به هو إذافة تيكست سوف نقوم باختيار بالمناسبة أنا هنا أستعمل كامفا أنت استعمل فوتوشوب إليستراتور استعمل بويربوينت فوتوفيلتر أي برنامج عندك يمكنك استعماله يعني ليس الشرط أن تستعمل كامفا المهم هو أن تفهم الطريقة ومية العناصر التي يجب أن تكون في الصفحة إذن كما قلت سوف أستعمل هذا الهيدينغ طبعا سوف نقوم بكتابة هذه العبارة شكرا لك على الشراء طبعا سوف نقوم فقط بجالها يعني في سطر واحد بهذا الشكل ثم سوف نقوم بعمل ثم نقوم بتغيير الخط نقوم باختيار خط نوعا ما يكون هكذا إذن فقط يجب أن تكون في الأعلى بهذا الشكل بعدها يمكن تكبير وقليل ثم نقوم بإضافة ساب هيدينغ إذن سوف نقوم بإضافة هذا التكست طبعا ما معناه سوف نقوم بترجمته لكم لكي تعرفوا الفكرة وعندها سوف أريدكم كيف تستعملون في توليد نص مثله إذن عن نص ما معناه نأمل أن يساعد هذا الكتاب أطفالكم على التعلم وتنمية قدرتهم الفكرية ومهارة التحليل والمقارنة والاستنتاج بالإضافة إلى تنمية القدرة على التركيز على أنشطة التلوين نأمل أن يستمتع أطفالك بهذا الكتاب بعيدا عن أجهزتهم اللوحية والهواتف الذكية إذن يكفي الذهاب إلى TGPT تقول له rewrite me the text بهذا الشكل ثم توطيه التكست هذا هو التكست وتشات جي بيتي سوف يقوم بإعادة سياغة هذا النص فقط لكي لا نقع في التكرار وفقط لكي تبقى يعني يعني إذا قمنا بعمل تكرار الأمر سوف يبدو نوعا ما سيء ولكن إذا استعملنا كل شخص يعني يقوم بكتابة هذا النص بطريقته وبأسلوبه وبالمناسبة طبعا أنا هنا لا أقول لكم قوموا بعمل نسخ ولا سخل أبدا بل قوموا بعمل شيء ما أحسن بكثير يمكنكم عمل أشياء أو كتابة نص أحسن بكثير من النص الذي أعطيتكم إذا فقط أعطيكم مثال إذن انظروا قوة تشار جي بيتي ماذا أعطاني نحن أعلى ثقة أن هذا الكتاب سيدعم أطفالك في اكتساب وتعزيز قدرتهم الفكرية وتعزيز مهارتهم مثل التحليل والمقارنة والاستنباط بالإضافة إلى ذلك يدفوا إلى تنمية قدرتهم على التركيز على أنشطة تلوين نطمح أن يستمتع أطفالك بهذا الكتاب ويبتعدون الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية إذن رأيتم أن نفس المعنى ولكن بأسلوب آخر إذن هنا كما رأينا سابقا سوف نقوم بالتعديل على الفونتس طبعا دائما نقوم باختيار الفونتس يكون نوع المفريند كما قلنا يعني ألا يكون بروفيشنال أو يعني يكون بهذا الشكل يعني يكون هناك أنواع كثيرة من الخطوط يعني تشبه هذا الشكل إذن فقط ننكب بعد أخطاء الإيمانية نقوم بتصحيحها عن طريق أداة Grammarly إذن يبدو جيدا فقط نجعله في الوسط بهذا الشكل تمام إذن مرة أخرى نقوم بالدغطة لأدد Subheading الآن سوف نقوم بإضافة هنا ركز معي جيدا نريد أن نضرب عصفرين بحجر واحد ما معنى؟ أولا نعطي جمالية للكتاب يبدو Professional الشخص عندما يتصفح ويقرأ هذه الصفحة يعرف أنه يتعامل مع أشخاص ليسوا عشوائيين بل يعرفون ما يفعلون هذا من جهة ومن جهة أخرى سوف نقوم بإضافة Store الخاص بنا إذن هنا سوف أستعمل أنا الإنستغرام أنصح باستعمال الإنستغرام لأن نسبة الوصول فيه عالية إذن ما عليك سوى إنشاء حساب بإسم المتجر الخاص بك في أمازون يعني ذلك الـ Autoname يجب أن يكون فيه نفس الوزن الموجود في الإنستغرام يعني تجعل الأمر متشابه تمام؟ أعتقد أن الفكرة واضحة إذن بهذا الشكل نقوم بتصغيره قدر المستطال إنه مجرد لينك بهذا الشكل نجعله هو كذا في الأعلى ثم مرة أخرى الآن وصلنا إلى مرحلة الحقوق الكوبي رايت تكون بهذا الشكل كوبي رايت 2024 اسم متجاريكا توضيف مثلا وفي الأخير تضع طبعا سوف نقوم باختيار الخط الذي اتفقنا عليه بهذا الشكل ونقوم بتصغيره قليلا هكذا يمكننا حتى جعله كابيتل لكي تبدو لنرى إذا طبعا الخط لا يدعم الكابيتل ولكن لا بأس إذن مرة أخرى نقوم بإضافة الهيدينك ثم طبعا هنا نقوم بسحبه إلى الأسفل select all ثم نقوم بإضافة هذا النص about use يعني من نحن أو about us إذن select all ثم نقوم بتغيير الخط لذلك نقوم بتصغيره قليلا بهذا الشكل إذن سوف نقوم مثلا about us نقوم بتكبيره قليلا بهذا الشكل إذن قمنا بكتابة هنا My name is لنتكلم عن أنفسنا نقدم أنفسنا My name is Khalid Fer I'm a self-publisher on Amazon I love making activity books that create an atmosphere of fun and joy for children and I also never forget the educational aspect that I focus a lot and my books إذن هذه صفحة الحقوق تكون بهذا الشكل إذن سوف نقوم بحفظها الآن نركز معي جيدا نقوم بعملها save طبعا إذا كنت تستعمل Canva download ونقوم دائما باختيار صيغة PNG ثم نقوم بإعطائها أقصى ما يمكن في الحجم أقصى ما يمكن كما ترى أربعة ألاف ومئة ومئة وخمسون مضروبة في خمسة ألاف وخمسمائة بيكسل لماذا؟ لأن هذه الصفحة إذن كما قلت لكم هذه الصفحة لماذا قمنا بتحميلها بأقصى جودة لأننا سوف نستعمله في كتبنا فيما بعد يعني أي كتاب جديد سوف ننشئه سوف نقوم بوضع هذه الصورة في الصفحة الثانية أو الصفحة الأولى نعم الصفحة الثالثة ثم الرابعة نعم في الصفحة الثالثة يعني في أي كتاب جديد سوف نقوم باستيراد هذه الصورة التي قمنا بحفظها بأعلى جودة ونقوم بإذافتها يعني صورة واحدة تتكرر في جميع الكتب يعني الأمر يعني بسيط جدا لأنني يكلفكم الوقت إذن هنا أعطيتكم مثال آخر قمت فقط بتغيير الخطوط وأيذن مكان الكوبيلات جعلته في الأسفل كذا أفضل إذن كما قلت لكم يمكنكم الإبداء ليس شرط يعني يمكنكم تغيير النص يمكنكم إضافة حتى الـ QR الخاص بالإنستغرام أو الخاص بالمتجر على أمازون يعني لديكم الحرية في إضافة ما تشاءون أو اللوغو الخاص بكم خاص بمتجركم يمكنكم إضافته أيضا المهم لديكم الحرية هذا فقط مثال بسيط وأنتم يمكنكم تطويره إذن سوف أترك لكم هذه الصفحة في صندوق الوصف طبعا لمن أرد أخذها كمثال والتعديل علي عن طريق دائما كما قلت لكم فقط قوموا بكتابة عبارة يعني إعادة الكتابة ثم تعطونه النص وسوف يقوم بإنتاج لكم يعني نص آخر جديد بنفس المعنى ولكن بأسلوب آخر شكرا لكم على المشاهدة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر